اشتركوا في القناة تبارك وتعالى فهذا مدح لرسول الله لم يمدح به أي نبي رائت الذي ينهى عبدا أي حقق العبودي المطلقة لله تبارك وتعالى فكان عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل وخيره في أن يكون عبدا رسولا أو نبيا ملكا فخفض رأسه عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا عبد رسول فقال جبريل ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنت عبد وعبد رسول والسلامة والبركاته ولذلك فإن الله تبارك وتعالى هذا قدم تسمعها ينادي الأنبياء كلهم بأسمائهم يوسف أيها الصديق افتنا يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يا موسى إني اصطفيتك على الناس يا نوح ذط بسلام يا داود إنا جعلناك خليفة إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسميه بهذا العبد وأنتم حينما تتبعون إن شاء الله تبارك وتعالى مواطن التي امتنى الله تعالى على عبده بهذا المقام الرفيع فإن العبود يتجاءت في القرآن مقرونة بأشرف المنازل ففي معرض الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني أنه لا يمكن أن يتصرف في مسألة الوحي وفي مسألة إلا بأمر من الله أوحى إلى عبده هكذا ينسب العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي العبادة امتنى الله عليه في أعظم عبادة فقال أرائت الذي ينهى عبدا إذا صلى فارتبطت العبودية لله بالصلاة ثم ارتبطت العبودية لله تعالى أي عبودية النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة قال ولما قام عبد الله وإنه لما قام عبد الله يدعوه أي أن مقام العبودية مرتبط باش بنزول الوحي فلا ينزل الله الوحي إلا على أعبد العباد أي الذي اصطفاه الله فكان عبدا لا يمكن أن يتصرف إلا وفقا الوحي الذي ينزله الله عليه ولو تقول علينا بعض لقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ثم ذكر إن شاء الله تعالى مقام العبودية مع عظم عبادة وهي الصلاة عبدا إذا صلى ثم ذكرت إن شاء الله تعالى العبادة أو العبودية مع أعظم وظيفة للنبيين وللمؤمنين وهي الدعوة إلى الله ثم ارتبطت أيضا العبودية مع منة الله على عبده بإنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ثم ارتبطت أيضا العبودية مع إنزال الله تعالى الفرقان الفرقان هو الكتاب لكن الكتاب معروف والفرقان الذي يفرق الله به بين الحق والباطل بين مجتمع المؤمنين ومجتمع غير المؤمنين مجتمع العابدين ومجتمع المنحرفين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ثم ارتبطت العبودية في القرآن مع أعظم معجزة أكرمه الله بعد معجزة القرآن وهي الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إذن فالله تبارك وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن امتن الله عليه بأعظم المقامات العبد كان يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم هكذا لذلك ارتبطت الصلاة بالعبودية هذا المعنى الثاني أو للثالث أما الثالث يقول تعالى في كتابه الكريمة رأيت الذين عبداً إذا صلى عبداً إذا صلى ما معنى أنا المسألة عبداً أيضاً أي حقق العبودية المطلقة في جميع المجالات عبد لله تعالى زير في علاقتي مع ربه فهو عبد عبد لله في علاقتي مع نفسه عبد لله تعالى في علاقتي مع أسرته عبد لله في علاقتي مع الناس عبد لله تعالى سبحانه عز وجل حينما بنت دولة التي حملت على كاهلها تعبيد الخلق لله عبد لله تعالى حينما أمر أن يكون رسولاً بشيراً ونذيل كافة الناس رحمة للعالمين فالعبودية إذن في كل المجالات عبداً إذا صلى أي حقق العبادة في جميع المجالات قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر الله أكبر فالعطاء القرآني واللمعات التي تنبع من كلمة عبد نكرة هو عطاء لا حدود لا العطاء القرآني في مسألة ذكر العبد هكذا منكراً أكثر فكلاً وركات تعطيك عطاء قرآني لا نهاية له الله أكبر سبحان الله رأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى إذا صلى إذا صلى ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ أي وقت الصلاة شوف قد ينهاك هؤلاء المجرمون زيد عن الصلاة زيد 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 أن تسجد ويأتي من يمنعك من السجود تلك المرة ينهى واسموه هي للتنازل للخصم فقط وإلا النهي ما شيء هو النهي فقط واسموه واسموه هو أن يعذب من يصلي هذا يقتلون من يصلي رأيتم كيف كانوا يقتلون الناس وهم ركعاً سجداً؟ في بلاد المسلمين شاهدتمهم؟ هل شاهدتم كيف يقتلونهم؟ هل هناك إجرام عياذ أكثر من هذا الإجرام أن يعمد الناس إلى المصلين وهم سجداً ثم يطلقون عنهم الرصاص؟ هل هناك حقد أسود على تعبيد العبادل المعبود أشد من هذا الموقف؟ ولذلك هنا النهي فاش النهي فاش النهي زيد يتجلى نهي هؤلاء المجرمين للعباد في هذا الأمر في ثلاث مسائل تجتمع ولم تجتمع إلا هنا فهم ينهون زيد ينهون زيد أعبد المخلوقين لهو رسول الله أقل هذا اللولى عبداً أعبد الخلق إلى الله فهم لنهي أقلهم عباد زيد آجراء أقل عليهاسي فهم لنهي أقلهم عبادة آجراء إذا نهوا رسول الله أعبد الخلق فهم لنهي من هو أقل عبادة لله آجراء وأفحش يوصي هذه اللولى ثانياً نهوهم فاش في أعظم العبادات فهم زيد لنهي أقلهم عبادة في أقل العبادات هالزكاة هالحج أجراء أجراء لأن الصلاة التي تتجلى فيها حقيقة العبودية ثم فاش الثالثة في مش في الصلاة من تواقف أو لن تركها في السجود أي في أعظم هيئة للعبودية الثلاثة آه لاطف جمع الله في هذه الآية ما ينبئ عن قسوة قلوبهم وشدة حقدهم على الموحدين نعاود لكم هالقافية شوف شوف هم ينهون واسمه أعبد المخلوقات لهو رسول الله إذا نهو الأعبد فهم لنهي أقلهم عبادة زيد أجراء شو غادي غادي هما ينهون بيصل على السلم في فين بنتون توم اي قتلهم هما يصلوا شو كون يهدر عليه شو يهدر عليه حرقوهم هما يصلوا ثانيا ينهون أعبد النسفاش في أعظم العبادات ليصله فهم لنهي أقل عبادة في أقل يعني أقل من يعبد في أقل العبادات اللي هي أقل من الصلاة أجراء 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 والثالثة ينهونك فين في أعظم هيئة للعبادة وهي السجود الله كي يقول له لَإِنْ عَفَّرَ مُحَمَّدْ وَجْهُ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَأَلْثَ وَلَأَلْثَغَنَّ رَأْصَهُ بِحِجَارَةِ في السجود هكذا يركز عن السجود لأن السجود واسمه يكون يكون ما يشوف حد يكون بينه بينه وبين صدر إذن فهم ينهون فين أعبد الخلق في أعظم العبادة في أعظم هيئة فهم أجرى لنهي أقل الناس عبادة في أدنى العبادات حرمة من الصلاة في أدنى هيئة من السجود إذن هم فارع ثم بيّنت هذه الآية أيضا من عطاء هذه الآية أن الصلاة هي من أعظم العبادات فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والصلاة أفضل العبادات لماذا هي أفضل العبادات قلوا لا لماذا هي أفضل العبادات لأن غير كلم تحيا غير معنى أن تحيا صلة العبد بالله فليس هناك شيء أعظم في الدنيا من صلة العبد لربه أي صلة هذا العبد بالملك يناجي الملك وسبحان الله كل ملك في الدنيا أو إنسان خطير مسؤول إذا أردت أن تلتقي به فإنك ترفع ملتمسا وطلبا من الذي يحدد إن شاء الله الوقت شكور لما هذا المسؤول ومن الذي يحدده الوقت شكور المسؤول ومن الذي يحدده الموضوع المسؤول إلا قضية الصلاة فشاءت قدرة الله تعالى أن لا يجعل بينك وبين الله بواب فأنت من يحدد الوقت وأنت من يحدد المكان وأنت من يحدد الزمان فمتى شئت ناجيت الله ناجيته توظى فقط ثم وقف بين يدي الله وأحرم بالتكبير وإذا بكونك تدخل في صلة مع الملك وإذلك كان الناس يحبون هذه العبادة هذه العبادة عظيمة هذه منهجات والمالك فهي من أعظم العبادات سيدنا بيصلاح عليه وسلم فالفرق ما بين هالصلاحين مشهورين والعبادة الخلوة اسمها أن كل تلك العبادات والأوامر نزل بها جبريل إلى الأرض إلا الصلاة زيد فلما كانت الصلاة هي صلة العبد بالله سبحانه عزيزيز فاقتضى الأمر أن يستدعي المولى محمدا ليصحر ويلتقيه هناك فوق صدرة المنتهى ويعطيه الصلاة بهذا المعنى واسمك يقول هذا عروج الروح لا ينبغي للعبد أبدا في الصلاة زيد زيد أن يحدث نفسه في غير الصلاة ولذلك ففي صحيح الإمام مسلم أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ميروى عن ربي قال المولى الكريم قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي مسال تدخلت في مناجهة مع الله إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدك أتستشعر وأنت تصلي أنك تناجي ربك الله 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 فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال المولى أثناء علي عبدي أربي يقول أربي يقول فإذا قال العبد الملك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك قال هذا بيني وبين عبدي ما خصت شيء واحد يدخل بنو بالعبد ولعبدي مسال فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين قال هذا لعبدي ولعبدي مسال هكذا قسم الله الصلاة بيننا وبينه نصفين يا ربي يا ربي يا ربي ولذلك فإن العبد إذا وقف بين يدي الله يصلي ذرت عليه الرحمات ولو علم الرحمات التي يذرها الله عليه وهو واقف بين يديه لما خرج من الصلاة أبدا ولو علم وهو ساجد الرحمة التي انغمس فيها ما رفع رأسه حتى تقوم الساعة ولكن ساكن نصف غابلين كسدنا رسول الله الصلاة كان يقول أرحني بها يا بلا أرحني بها هي راحت يصد فيها الراحة أرحنا بها يا بلا وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزعى إلى الصلاة هذا ديدنه صلى ذات مرة في الحديث الصحيح عن ابن مسعود صلى ذات مرة صلى الله عليه وسلم بابن مسعود فاستفتح يقرأ الفاتحة وقراءته مدا ولو أراد العاد أن يعد حروف كراءة العادة لا صلى الله عليه وسلم فاستفتح يقرأ سورة البقرة فتائب ابن مسعود قال لعله يركع إن شاء الله تعالى فاشه في المئة الأولى فمر قال لعل المئين فمر قال لعله يختم البقرة فختمها فاستفتح النساء الترتيب اللي قال النساء قلوا آل يا عمران فاستفتح يقرأوا النساء قال مئة قال مئين فاستفتح آل عمران آل عمران أنا أقول الترتيب الأول إن شاء الله الترتيب الأول إن شاء الله سأبرك قبل ما يجي الترتيب الأخير إن شاء الله ثم قرأ آل عمران إن شاء الله تبارك وتعالى قال حتى هممت بأمر سوء قال يا ابن مسعود وما هو الأمر السيء الذي هممت به قال أن أترك النبي صلي والخرج قال فلما ركع بقي نحوا مما قرأ يعظم ربه قال حينما رفع من الركوع بقي يثني على الله على القدر الذي قرأ ويا ربي 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 الناس كانت تتلذذ بمناجاة الله قال اليوم كيف أشجره؟ أه بزاف علينا اكثرت علينا الترقرت علينا النائن نعطيناك الكوفر شو انتوني شوان الناس بساك اليوم مش غولة مش غولة بزاف مش غولة بزاف ولذلك كان السلف الصالح زين إذا دخلوا في الصلاة كما قال أبو مسلم الدراني مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أحلاما فيها قال وما أحلاما فيها يا أبا سليمان قال حلو مناجاة الله إنني أستفتح قراءة القرآن في الليل فأستطول الليلة فإذا استفتحت لا أشبع نهمي حتى ينبنج الصبح وأجد أنني لم أشبع نهمي من القرآن الله أكبر الله أكبر إذن عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ما من أي ذا صلى أي وقت قيامه بهذه العبادة صلاة وهو يصلي وهو يصلي يأتي إليه وهو يصلي فيمنعه فهو الآن موجود بشكل كبير جدا وحتى إحنا عندنا النهد يلصلى على مراتب ودرجات هناك من ينهى ويقتل كما هو موجود في برمانيا برما وفي تجاكستان أين المسلمين الذين يدافعون عنه مكانش الآن غير واحد يعلم الأخر برمانيا علمت الصين الصين علمت كذا إسرائيل علمت كذا بشار معلم لا قرين الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر فمسألة محاربة التدين وخاصة وخاصة عمود الدين الذي هو الصلاة المظهر الذي يجلي علاقة العبد بربه هذا أمر والأعياذ بالله كثر كثر ولم يعود يرتبط فقط بالنهي لا هو الآن دخلوا في مسألة أسبوع القتل والتهجير وهدم المساجد ولولا دفاع الله النسب بعضهم ببعض لهجمت صوامع وبيع ولأمر ما قال الله في صورة الحج الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة يعني أن الممكنين في الأرض الذين يحكمون في دولة الإسلام قضية إقامة الصلاة أمر ليس فيه عياذ خيار إما أن يصلي وإما أن يتحمل المسؤولية أن الدولة تحمل المسؤولية تصلت على المواطنين تعالى والله أكبر سلطة سلطة إن الله يزعب بالسلطة لماذا يزعب بالقرآن إحنا خلوا الأمور كلها لمن؟ للناس وهذو كي يخوفهم هوا هذو سكتو اللي ترك ترك واللي قال لك سيد الله رحمة الكوة جدينا إحنا قاعد هذا الشيء وهي غادي هاكنا الله أكبر الله أكبر أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هذه الآية من اللمعات قسمت الخليقة إلى أربعة أنواع إنه علوه الاسم هو يقول له في الساعة إنه علوه الاسم هو المؤمن بالله والرسول سيد الآمر بالصلاة وآمره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا هذا خير الخلق واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وما دمت حيا الله يوصي الله يوصي والنبي يوصي وأمر أهلك بالصلاة ها والمؤمنون يوصون ويأمرون بالصلاة هذا شكرا خيار الخلق خيار الخلق عبد عبد زين يأمر الناس بالصلاة عبد يصلي ويأمر الناس بالصلاة هذا خيار الخلق الثاني عبد يؤمن بالله ورسوله يصلي ولا يأمر الناس بالصلاة هذه المرتبة الثانية يصلي ولكي أني مسكين لا يدعو إلى الله لا ينهى عن المنكر لا ينهى الإنسان عن تركه الصلاة ولا يأمر تارك الصلاة بالصلاة عنده أولاده وعنده ابناته الله يستري يا رضي وما يصلي وسيدنا بيك يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين وضربوهم عليها لعشرين ما كيصليوش أولادك أولا ما كيصليوش في وقت أولا خرجوا أولادك يستهترون بالصلاة أولا ما تقولش لأحباب كيصليوه يعني هذه المرتبة الثانية ثاني تصليوك ذا ولكن مقصر في مسألة نهي الناس عن تركي الصلاة هذا الثاني الثاني شكون هو الذي لا يؤمن بالله ورسه كافر ولكن لا ينهى الناس عن الصلاة على كل أحد كافر كافر لكن لا ينهى الناس عن الصلاة تصلي عاونك يجيبك السجادة وعاكين اللي يقول كدهي معانا إذن هذا الثالث شكون هو الثالث شكون هو الثالث كافر لا ينصلي لكن لا ينهى الناس عن الصلاة لا ينهى الناس عن الصلاة وأما أخبثهم هو شكون الكافر الذي ينهى الناس عن الصلاة فتحدثت الآية عن أربع عن أربع أصناف من المخلوقات صنف يصلي ويعبد الله ويوحده ويعمر الناس بالصلاة وينهاهم عن تركها والصرف الثاني يؤمن بالله ورسوله ويصلي الوقت لكن مقصر في مسألة الدعوة إلى الله ودعوة غير المصلين إلى الصلاة وعدم نهي غير المصلين عن تركهم الصلاة وأما الثالث هو الكافر الذي لا ينهى الناس عن الصلاة والرابع هو الكافر الذي ينهى الناس عن الصلاة وهؤلاء هم الذين يسيطرون الآن ونهيهم الأمة عن الصلاة هو نهي زين مؤسساتي لم يعد فرضي مؤسساتي تقوم بمؤسسات كبيرة مؤسسات فين 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 مؤسسات مؤسسات زين إعلامية تستهزئوا بالصلاة تخذوها إذا ناديتموا إلى الصلاة تخذوها زين هزواً ولعبا هزواً ولعبا يستهزئون بها يستهزئون بالصلاة إذا ناديتموا إلى الصلاة هذه اللولة إعلامياً الثاني فين مؤسسات مؤسسات طربوية كنا بكريمين نقرأوا كنا نقرأوا في البتداء نوض المعلم كامل نتوضى ونصليه جماعة في المدارس الآن لجاء باش يمسوا يصليه في المدرسة شيء معلمون لا آه الهجوم آه هناك إرهابي أولا تصلى ليه يصلي الآن إلا هو أستاذ يصلي الناس بالأخر والله إرهابي شوفوا الغرباء في المشينا بقنا نتنزلوا 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 حتى لم تعود المؤسسات قادرة على أن تؤدي الصلاة وهو اسمه وهو زي ما كيقول وزارة التربية زي ما بالتربية هذي إلا ما تربش الإنسان عن الصلاة أش من خير غاد يكون السيد اللي ما كيصليه ها هذا المجال التربوي المجال زين المجال السياسي هذو من اللي غاد يخدمون المصالح لتاع الأمة هذو من فرطين في أمر الصلاة فمن ضيع الصلاة كان لما سواه أضيعه سياسة أوه مؤسسة الاقتصادية ولذلك تجدون عياذا بالله نعيش ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه اسمه غربة الدين حتى قال المحافظ على الصلاة في آخر الزمان كالمهاجر إلى رسول الله كهجرة إلي المحافظ على الصلاة في آخر الزمان كهجرة إلى رسول الله قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على العبادة في الهرج كهجرة إلي الهرج هو حينما تكثر الفتن حيث لا يعرف القاتل لما قتل وللمقتل لما قتل هذا خطير جدا إذن شاء الله تبارك وتعالى نخرج من هذه الآية أرائت أرائت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرائت إن كان على الهدى أومر بالتقوى يا الله أرائت ما هي اللي ما عادت هذه الثانية أرائت تقرر اسمه تقرر ماذا ما هو القرر الذي تقرر هذه الآية لا لا تقرر اسمه إن هذا الذي يتنهى على الهدى مية في المية ما فيه شك لا لا تقرر هذه الآية تقرر مسألة لا لا ريبة فيها أرائت أرائت إن كان على هذا الذي التنهى أرائت إن كان على الهدى ومر بالتقوى هذا شك RF هذا هذا الصف الذي تحتاجه البشرية هو على الهدى مؤمن مهتدل جد ويأمر بالتقوى والصلاة ما اسمه هي هي عين التقوى وعاصل التقوى إذا هذا التقرير آرائت أي أن الله تعالى يقرر حقيقة لهؤلاء المجرمين الظالمين يقول لهم لو كان هذه القوة التي أعطيتمها هذا السلطة وكذا وكذا هذا السلطة كان بالإمكان زيد أن تلخرطوا في أمر الناس بالصلاة مش تستعملوها فاش في نهي هؤلاء الذين آمنوا وعملوا ودعوا إلى الله تعالى هذا تقرير والثاني واسموها التقريع ما معنا التقريع هذا تقريع لهؤلاء المجرمين أولم تجدوا ما تفعلوا في الدنيا والعياذ بالله ليست لكم مهمة إلا أن تتصدوا للهدات للمهديين للذين يأمرون الناس بالخير انتدبتم حياتكم وجهودكم وعموالكم وصرفتها جميعا من أجل محاربة التدين وأهله ومحاربة الدعوة وأهلها يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لا إله إلا الله محمد رسول الله أرائت أرائت إن كان على الهدى أومر بالتقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني ما صمت وما تديروا أنتما حياتكم ما عندكم ما تديروا فيها إلا أنكم تتبعوا النسل لغدير الجوامع في الصلاوات خليتوا الجزاز والسحارة والذين يسئون إلى العقيدة والذين يحاربون الإسلام وصحاب الأقمر وصحاب الخمار وصحاب البيدع هذو قوى أخليتوا هذو قوى أخليتوا تبعوا لي السيد ليمشي صليل في جارة أعوذوا بالله وإديروا التقارير أعوذوا بالله تبشوا أنتما تبعين لذو كل يدعوا الناس الخير هذو اللو العياذو بالله يهددونا سلامة هذو اللو إرهابيين اللي عمر الناس بالخير اللي إرهابي ما هذا انقلبت الموازين انقلبت الموازين سبحان الله هذا هو اللي قد يديروا أنتما هذا أمر عجب في عودك تتعجب أين عقول أين عقولكم أين عقولكم هذي الخدمة نتعكم قبل الجوامة حاضر لغي المتدييني نخلوا هذي آرائت الذين عبد النظاص نخلوا آرائت إن كان عالو دا أمر التقوى نخلوا للمرة جاي باش ما خلطوش المناجعة ترجمة نانسي قنقر